متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم على الآثار النفسية السلبية لطقم الأسنان المتحرك سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بمشابك وإزاي نقدر نتغلب على المشاكل أو الآثار النفسية السلبية لطقم الأسنان طبعاً ناس كتير بتبقى مرتاحة في طقم الأسنان أو في تركيبات الأسنان المتحركة بالعكس بيبقوا كمان عندهم ثقة بالنفس لما بيلبسوا الطقم وبيبقوا سعداء ومبسوطين وده بيزيد من التواصل الاجتماعي مع الناس وبيبتدوا ينجحوا أكتر في شغلهم ده لو الطقم طبعاً مريحهم أو قدروا يوصلوا لمرحلة التأقلم والتكيف وقبول طقم الأسنان ولكن للأسف في ناس كتير بتعاني مع طقم الأسنان نتيجة لعدم جود الطقم الأسنان نتيجة لعدم التأقلم مع طقم الأسنان والتكيف والرضى والقبول أو بيبقوا حديث التركيب مع طقم الأسنان أي أن كان السبب للأسف ده بيؤدي للاكتئاب مع بعض الناس نلاقيت بعض الناس بدأت تكتئب وتتدايق من ساعة مركب الطقم الأسنان تغير في الحالة المذاجية تلاقيهم مش مبسوطين على طول مقاريفين عصبيين بيأثر ده برضو مع التواصل مع الآخرين تلاقيه مش طايق الناس مش طايق كلمة منهم أي كلمة بياخدها بحساسية منتظر أي تلميح لتنمر أو عدم إعجاب به ده بيأثر على جودة الحياة بشكل عام وبيقلل من الثقة بالنفس مع بعض الناس عدم الراحة طبعا بيؤدي إلى التوتر والقلق والضيق وتلاقي الشخص بيبان في نومه ناس كتير بيجي لها أرق عدم القدر على النوم التفكير كتير ما بيبقاش بينام كويس تغير في ساعات عدد ساعات النوم وده بيأثر طبعا يصحى الصبح عصبي أكتر وشعور بعدم الراحة ناس كتير من العصبية والتوتر تبتدي تجز على طقم الأسنان ويعمل صرير الأسنان وده طبعا عادة بيكتسبها بسبب مشاكل طقم الأسنان ناس بتبقى خجولة من طقم الأسنان خايفة إن هي تتعرض للسخرية والتنمر لأن مثلا ما بتنطقش الكلام كويس زي الأول أو كلامها غير مفهوم بطقم الأسنان مخارج الألفاظ مش طبيعية كمان السيدات بتشعر أكتر بالضيق والإحراج خاصة في المناسبات عندها خطوبة عندها فرح عندها عيد بلاد عندها خروجة مع صديقتها أيا كان طبعا ده بيقلل من الثقة بنفسها وبتبقى من دايقة لأنها مش عارفة تاكل بالطقم شكلها مختلف بالطقم مش عارفة تتكلم بالطقم طبعا بيأثر برضو على الناس اللي بتشتغل مهن فيها كلام كتير أو لازم تظهر بمظهر جميل قدام شاشة قدام قاضي سواء شخص محامي معلم متكلم متحدث مزيع محاضر أيا كان ده طبعا بيأثر جدا على شغله الإنعزلية ده بيؤدي إلى الإنعزلية ناس كتير تبتدي تنعزل وتقعد في البيت تاخد أجازة بدون مرتب ما تظهرش مع أصحابها ويبتدي التوتر كمان ربما يؤثر على الجهاز الهضمي يبقى فيه مشاكل في القولون مشاكل إسهال مشاكل إمساك تغير في البعو الهابت أو دخول الحمام ناس بيجي لها كمان من كترة التوتر بتصل إلى درجة انقطاع النفس أو توطر في النفس مش عارفة تاخد نفسها نفسها مكروش على طول حاسة بالإرهاق بيأثر طبعا على الأكل طيق من الأسنان أنا مش عارفة أكل بيه وبالتالي بحرم نفسي كتير من الوجبات الصحية وده بيأثر ألاقي نقص حد في فيتامين دي نقص حد في الكالسيوم نقص حد في الحديد وده طبعا بيأثر على الحالة المزاجية والنفسية لأن نقص الكالسيوم ونقص فيتامين دي بالذات للأسف بيأثر جدا على النفسية وبيؤدي إلى الاكتئاب وده بيزود لي المشكلة السيدات المتزوجات بيبقى عندهم خجل من الزوج إزاي هشيل الطقم قدامه إزاي هخلع الطقم قدامه إزاي هيشوفني من غير أسنان خاصة لو سيدة حديثة في الزواج أو ثقتها بنفسها قليلة أو حتى أناسة مقبلة على خطوبة على جواز طب يا ترى قول خطيبي أصرحه ما صرحوش يعني بتبقى شوية المشكلة أكبر بالنسبة للسيدات طيب هنعالج كل المشاكل دي إزاي أولا لازم يبقى فيه تأهيل نفسي إن أنا أقبل طقم الأسنان قبول طقم الأسنان نفسيا وتأهيل الشخص إن هو يتقبل طقم الأسنان ده مهم جدا جدا لأن فيه ناس بيبقوا عندهم طقم أسنان جيد الصنع وبرضه هم مش متقبلينه نفسيا وعلى النقيد ممكن يكون طقم أسنان بسيط ومتواضع وكان سعره بسيط وتلاقي الشخص فرحان به وقدر يمارس به حياته الطبيعية وعنده تفاؤل وبيتدرب على الأكل وبيتدرب على الكلام وبيحاول يتحدى كل الصعوبات وهو ده في الآخر الشخص اللي بيتأقلم على الطقم وبيعيش سعيده مبسوط مع طقم الأسنان أي كان طقم الأسنان اللي معاه فمهم جدا التأهيل النفسي مهم جدا إني أختار طبيب أسنان يكون ماهر وأقدر أتناقش معاه يكون عنده القدرة على الكلام والمناقشة إن هو يعملي طقم أسنان جيد الصنع ويعالج المشاكل النفسية والمشاكل الموجودة في طقم الأسنان حسن اختيار الطبيب ده شيء مهم جدا كمان مهم جدا أني أحاول أتأقلم وأتعود على طقم الأسنان أتعود على الأكل أبتجي أتدرج في الأكل وأكل الأكل اللين الطري السهل البسيط في الأول وأتدرج في الأكل بالطقم أتدرب على الكلام بطقم الأسنان وأنا عملت حلقات كتير منفصلة إزاي نقدر نتدرب على الكلام بطقم الأسنان أعالج المشاكل اللي في طقم الأسنان في جلسات المتابعة مع طبيب الأسنان بالصبر والمثبرة والتفاؤل أبتدي عندي قرح أروح للطبيب ربما طقم الأسنان محتاج تعديل الطقم واسع أحاول أعدله مع طبيب الأسنان أستخدم لاصق أعمل طبطين في حلول كتير قوي إني أحاول أسبب طقم الأسنان وأعارف كويس جدا إن طقم الأسنان محتاج فترة للتطبيع علشان يطبع فيه الفم ويبتدي يرسي في مكانه زي ما بنقول ويزيد ثباته مع الوقت طقم الأسنان ممكن ترتاح فيه ولكن محتاج قبول نفسي زي ما بنقول حب الطقم الطقم هيحبك يعني حب الطقم وتقبله نفسيا وبعد كده نعالج كل المشاكل اللي موجودة في الطقم طالما أنا نفسيا متقبل الطقم أي مشاكل في الطقم نقدر نحلها دي كانت حلقة بسيطة عن المشاكل النفسية والأثار السلبية لطقم الأسنان وكيفية التغلب عليها أي حد عنده أي مشكلة مع طقم الأسنان المتحرك سواء طقم أسنان كامل أو جزء يكتب لي فيه التعليقات برد على كل أسئلتكم وتعليقاتكم بتنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة ربما كتير محتاجين معلومة عن طقم الأسنان مش أطول عليكم بتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في حلقة قادمة إن شاءًا